اشتركوا في القناة وحيينه حياة طيبة في آية أخرى ويحيا من حيا عن بينه اتريد تحيا حياة الأنبياء يعني حياتك تكون كحياة الأنبياء لا أنها تكون حياة جاهلية من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية يعني حياته حياة جاهلية وموته موت جاهلي لا ليحيا من حيا عن بينه ليكون من قبيل ليهلك من هلك عن بينه من أحب أن يحيى حياة تشبه حياة الأنبياء يعني الحياة الطيبة ويموت ميتة تشبه ميتة الشهداء الشهداء كيف ميتتهم ليس المراد يعني قتلهم لا المراد يعني ما بعد الشهادة أحياء عند ربهم يرزقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم كما في سورة الحديد تريد تموت هذه الميتة حياتك تكون حياة طيبة وموتك يكون فيه الأجر والنور من الله سبحانه وتعالى ويسكن الجنان التي غرسها الرحمن الجنة البستان الكثيف الشجر بحيث أن الأغصان متشابكة فتغطي على البستان أكبساتين الأشجار متباعدة فمن فوق أنت ترى داخل البستان من تحت تنظر إلى السماء لكن أحياناً البستان الأشجار أغصانها كثيفة قريبة متشابكة بحيث تستر البستان هذه يسمى الجنة من مادة الجننة بمعنى سترة هذه الأغصان تستر هذا البستان ويسكن الجنان التي غرسها الرحمن إما بدون توسط الملائكة الله سبحانه وتعالى تشريفاً لهذا المؤمن هو الذي يخلق أشجار هذه البستان بدون أن يوسط واسطة في زراعة هذه الأشجار أو بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أمر بغراستها لأنه يستفاد من بعض الأحاديث أن هناك ملائكة مأمورون ببناء وغرس الجنة كلما عمل الإنسان من الأعمال الصالحة ويسكن الجنان التي غرسها الرحمن تريد تعيش حياة الأنبياء يعني حياة طيبة تموت ميتة الشهداء يعني إلك أجرك ونورك من عند الله وتسكن في الجنة من يريد ذلك فليتولى علياً يعني يتخذه ولياً وإماماً وليحبه وليوالي وليه مو فقط أنه تحب علي بن أبي طالب لا حتى الذين يحبون علي بن أبي طالب تحبهم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياؤه بعض زين هذا بالنسبة إلى علي بن أبي طالب يكفي؟ لا هناك ناس يعتقدون بعلي بن أبي طالب لكن لا يعتقدون بالأئمة هذا لا يكفي وليقتد بالأئمة من بعده لماذا؟ فإنهم عترتي خلقوا من طينتي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة